اهلا وسهلا بكم تحية طيبة مني لكم وسلام المسيح معكم اثمنكم خير وصحة وعافية والرب يبارك حياتكم اليوم نعمة الرب راح نتأمل من مزمور 103 والعدد الثالث نتكلم بعض النقاط عن الرب هو الشافي الآية بالمكتوبة الذي يخفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك مزمور 103 يعتبر من المزامير المصحية للنفس والذاكرة الي كتبها ملك داود الانسان مخلوق نفس وجسد وروح في بداية المزمور يتكلم الكاتب لنفسه ويذكر بنفسه يقول باركي يا نفس الرب وبعدين دا يحكي على الاسباب اللي النفس لازم تبارك الرب عنها والعدد الثالثة بيذكر شغلتين انه اللي يخفر ذنوبك او خطيئتك وهو بيشفي الجسد الرب هو الشافي هو يريد ان يشفيك من اي مرف الرب يريد يعطيك الصحة ويعطيك الشفاء حتى بهذا اليوم انا مؤمن انه الله قادر انه يلمسك بلمسة الشفاء موضوع الثاني عن غفران اذا ما تخفر للاشخاص انت اللي رح تتعب نفسيا وهذا رح يأثر على تعبك على حياتك وممكن بيجيب لك بعض الامراض الجسدية اللي بصراحة ما يكون لها اسم ولا دواء وهي بس بسبب عدم الغفران اليوم المسيح بيقدم لك الغفران مجانا ويريد ان يبلعك من قوة الغفران على موضوع انت تقدر تسامح غيرك الغفران له ثمن والثمن غالي المسامحة اقوى من الانتقام الغفران اللي المسيح بيعطينا دفع ثمنه على الصليب المسيح مات على الصليب على موضوع يغفر خطايا يعني يعطينا الغفران وبنفس الوقت لكي ما يملأنا الغفران لكي ما نقدر ان نغفر للاشخاص اللي اساءوا الينا اليوم انت ممكن بتعاني من هذا الموضوع اقبل المسيح مخلط شخصي على حياتك بتحصل على الغفران وتقدر ايضا تغفر للاشخاص اللي اساءوا اليك خلينا صليها الصلاة القصيرة يا رب يسوى انا بشكرك فعلا انه مكتوب عنك انك انت هو الشافي انت هو غافر الاثن انت يا رب عندك القوة والسلطان يا رب هاليوم جاي وبذكر نفسي لكي ما تمجد اسمك وتسبح اسمك وتعلن عن شفائك وعن غفرانك وعن كلامك يا رب اللي فعلا بيغيرنا اقبلك يا رب فعلا بغفرانك على الصليب اللي انت عملت بنفسك يا رب لكي ما تم لأن الغفرانه اقدر ان اسامح الاشخاص اللي اساءوا اليها باسم المسيح يسوع صلي امين امين الرابي باركك ونشوفكم بالحلقات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة